موسيقى إنها الساعة الثلاثة والعشرون في يوم مليء بالأحداث وفيها نتابع 14 قتيلاً وأكثر من 450 جريحاً في موجة انفجارات ثانية لأجهزة اتصال لاسلكية في لبنان ومصادر تقول إن الأجهزة التي انفجرت اليوم مختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت بالأمس وقيادي في حزب الله يحذر من مرحلة جديدة تواجه الحزب ويشدد على أن العقابات لا محالة نتنياهو يتعهد بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان ووزير الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الحرب تدخل مرحلة جديدة ومركزها الشمال ورئيس أركان جيش الاحتلال يقول إن الثمن الذي يدفعه حزب الله يجب أن يكون فادحة الجامعية العامة للأمم المتحدات تتبنى قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهر واعتماد القرار تم بغالبية 124 صوتا في مقابل اعتراض 14 بينهم إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 43 دولة عن التصويت وفلسطين تصف القرار بالتاريخي وإسرائيل تعتبره مشينا ومنحازا بلينكين يؤكد من القاهرة إحراز تقدم فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويعلن التوافق على 15 بندا من بين الثمانية عشر ووازير الخارجية المصري يقول إن حماس أكدت التزامها بالاقتراح الذي تم التوصل إليه في السابع والعشرين من مايو وتعديلاته في الثاني من يوليو ويشدد على أن مصر لن تحيد عن موقفها الرافض لأي وجود عسكري إسرائيلي في محور فلاديلفيا وفي معبر رفح انفجرت اليوم الثاني على التوالي أجهزة اتصال لاسلكية محمولة في مناطق عدة من لبنان وفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 14 شخصا وإصابة 450 آخرين جراء الانفجارات الجديدة من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني وشهود عيان قولهم إن أجهزة الاتصالات التي انفجرت في لبنان اليوم هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة البيجر التي انفجرت بالأمس وكشف مصدر أمني أن حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكية المحمولة قبل خمسة أشهر من شرائه أجهزة البيجر تقريبا وبدوره حذر القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين من أن الحزب يواجه مرحلة جديدة مشددا على أن العقابات لا محالة بحسب قوله هذا وقد أعلنت الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن الدولية أن المجلس سيجتمع يوم الجمعة لمناقشة تفجيرات لبنان مشيرة إلى أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب قدمته الجزائر نيابة عن الدول العربية وفي وقت سابق قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن بلاده دعت لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن مؤكدا أن إسرائيل تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحاق وطلبنا إنعقاد مجلس الأمن هذه هي اللي أبنا نطلب إنعقاد مجلس الأمن بأسرع وقت ممكن هذه سابقة يعني بهذه الحرب صحيح عم نقدم شكيوي ما نحن عم نقدم شكيوي حتى وقت فيه ثلاثة من الدفاع المدني يستشهدوا الأسبوع الماضي نحن قدمنا شكوي بس في نفس الوقت اجتمعت مع ممثلية للدول أعضاء مجلس الأمن بالسرايا وقلت لهم أنه عم نقدم شكيوي عم تروح على الأدراج وما هي ما عم تنعرض فيها فبتالي بدنا نحرك هذا الموضوع واليوم هذا التحرك على مستوى أعلى بدعوة مجلس الأمن لنظر به الموضوع ويمكن مضطر كمان أحلى لا نشوف أنت معاقد بس طلب وزير خارجي يكون يحضر الجلسة لا يدافع عن قضية لبنان أمام هذا المنبر اللي نحن لبناني بيعتبر بعده جزء من مؤسسي مجلس الأمن الأمن المتحدة ونحن طلاب سلام ضيف ملفنا الأول من بيروت وهو سيد هشام جابر الخابير العسكرية أهم بك معنا سيد هشام على مدى يومين يعني يتساءل الجميع ربما ماذا يحدث في لبنان حرب إلكترونية طيب إنما بعد مرور 48 ساعة على تفجيرات البيجر وساعات على تفجيرات الوكي توكي هل بات لدى لبنان أي رواية شبه نائية كيف يحدث ما يحدث يعني الذي حدث لم يكن منتظرا إطلاقا كانت مفجأة كبيرة كانت عملية قتل جماعية من قبل عدو الإسرائيلي هي ليست حرب إلكترونية فقط ولا حرب سبرانية لأن الحرب السبرانية تعطل ولا تقتل إنما هذه حرب مجتمعة حرب استخباراتية أمنية على إلكترونية الإلكترونية هي من أنواع الحروب التي ألفناها دائما غير الحرب المدنية ما حصل كان مما لا شك فيه مفاجأة لن نتقل في التفاصيل عرفها الجميع واستمر العدو كيف تنفجل الأجهزة يا سيادة العميد كيف تنفجل الأجهزة والإصابات الجماعية يختلف انفجار اللاسلكي الذي حصل اليوم عن انفجار البيجر البيجر عرف حتى الآن وتأكد من أكثر من مصدر ومن خبراء أنه لا يمكن للبطارية أن تفجر وتؤدي بهذا الضرر هذه لا بد وقد أخرى إليها مواد متفجرة سريعة أو قوية التفجير من نوع ARN-TN يعني RE-TN وهذه حسب معلومات الخبراء أكثر عشر مرات قوة تفجيرها من الـ C4 الذي هو أكثر بكثير من الـ TNT يعني هذا المصنع أو أنها تسربت بعض التصنيع إلى مكان ما قبل إسالة إلى لبنان حيث تم تغليف البطارية بنوع من البودرة أو المعجون ولم يكن ظاهراً الخطأ المميت يعني الذي ارتكبه حزب الله أنا برأيي هو أنه سلم هذه الأجهزة ووزعها دون أن يتم التفتيش الدقيق عليها هذا شيء محسن يعني يمكن أن لا يرضو عن هذا الكلام واكتكثرت كثيراً الأخبار التضليل يعني حتى الآن سمعنا خمس مصادر لهذه الأجهزة أتحدث عن الباجر أولاً صحية هذه خمس مصادر يعني لا يمكن الركون إليها يعني هنغارية أو أصل إيراني أو تسلمت من شركة من تايوان واشتلمت في تركيا يعني كلام غريب من نوعه بالتضليل هذا وزعته على المصادر الإسائيلية على كل حال الشك باليقين يحسمه حزب الله عندما يشكل لجنة التحقيق لمعرفة فعلاً من أين استولدت وأين مرت وهذه اللجنة التي استلمتها هل كانت غافلة أو متواطعة هذا بكل صراحة لذلك نحن ننتظر لجنة التحقيق التي له وصلها حزب الله في ذلك لما يشك ضربة كبيرة جداً هلأ نعود إلى موضوع اللاسلكي اللاسلكي حسب الخبراء ليس به مواد مفجرة اللاسلكي يمكن تحكم به موجاته وجعله ينفجر إذا زادت الحرارة به وهنا أقول أن اللاسلكي الذي كانت فجرة بأيدي الناس لم تكن إصاباته جداً بليغة إنما اللاسلكي الذي انفجر هو من أجهزة الكبيرة التي توضع بالمكاتب لهذا وقع هذا العدد الكبير من الضحايا أو القتلى أكثر من أمس هذا شيء مختلف تماماً هذا يدل على أن لبنان بجميع أجهزته وهواتفه الخليوية وهواتفه الثابتة هو مكشوف للعالم بأسرق للغرب أولاً ثم للعدو الإسرائيلي ماذا يحصل؟ هل هذا له تأثير دراماتيكي على إداء حزب الله؟ أستطيع الإجابة طيب الآن سيد هشام كيف لنا أن نتفهم أن يقع حزب الله في خطأ كهذا؟ يعني حزب الله في نهاية المطاف وهو يتوجه للشراء أجهزة اتصالات معلوم أن أسلح الإشارة في أي جيش أو أي تنظيم عسكري هو من أهم الأسلح بدونه يصبح الفرد وحيداً في مواجهة عدوه لا علاقة له يعني بزملائي السلاح إنما كيف وقع حزب الله في هذا الخطأ؟ كيف لم يكن هناك شخص يتتبع هذه الشحنة ويراقب عليها منذ اللحظة الأولى؟ كيف تم الأمر وكأننا أمام نادي رياضي نادي اجتماعي يأتي بوكي توكي أو يأتي بأجهزة موبايل أو بيجرز تماماً تماماً ليس خطأ يا عزيزي هذا خطيئة خطيئة مميتة لأنه لا يمكن أن نحن تسألنا وزعلنا أنه لا يمكن أن نستلم هكذا شحنة ويوزعها على أفراده وعلى أفراد الدفاع المدني واللوجيستي والذين يعملون لديه بهذه السهولة يعني دون أن رسالها إلى المختبر وفحصها بدقة هذا لا يمكن تفسيره ننتظر التفسير من الحزب نفسه وهو الذي تفعل تماماً مع أن كثير من المدنيين اللبنانيين الذين ليس لهم علاقة بالحزب أيضاً أصيبوا إصابات بالغة هذا شيء يفسر وغداً سيتحدث السيد حسن صلى الله ونأمل أن يقول شيئاً واضحاً بهذا الخصوص أما ماذا سيقول أنا أتوقع أنه سيعترف أن هذا خطأ كبير سيتولاه التحقيق وأن الرد سيأتي مؤلماً على إسرائيل ولا نحدد حتماً مكان الرد هلأ السؤال الذي يطرحه الجميع يعني صحيح هناك الكثير من الضحايا وهي ضربة مجعة ومؤثرة على المعنويات وعلى الثقة يعني بالأفراد الذين يعملون مع ثقتهم نعم بمن يسلمون السلع صحيح إنما هذه أنا برأيي يمكن تجاوزها بدقة مستقبلاً طيب وبعدين حزب الله لديه شبكة اتصال أرضية نعم سلكية نعم سلكية يعني مضمونة اسمح لي بالمقاطعة هنا نعم اسمح لي بالمقاطعة هنا سيد هشام حين نقول شبكة سلكية هي الشبكة الأكثر ضماناً التي يصعب عليها اختراقها من سلك إلى سلك من نقطة إلى نقطة طيب سؤال الأخير لك يا سيد هشام الآن كثيرون من المحللين العسكريين يتوقعون أننا أمام البدايات وأن إسرائيل لن تنتظر حتى يعيد تكوين شبكة جديدة مغلقة مؤمنة حزب الله يعني وإنها تقوم بفعل تمهيدي ربما لعمل عسكري هل أنت مع من يرون ذلك؟ لا أبداً أنا لست مع هذا يقول ما حصل تمهيداً لعمل عسكري بري أنا أرى أن ما حصل هو استبدال العمل العسكري البر والاشتراع بنوع آخر من الحروب ستتكثف هي الحروب الأمنية كما ذكرنا ستقصر الاغتيالات في لبنان حتما ستتكثف الحرب الإلكترونية لتعطيل اتصالات حسب الله ربما ستتكثف الحرب السبرانية وستتكثف الحرب الأمنية يتحدثون جميعاً عن الحرب الميدانية أنا أستبعد هذه الحرب الميدانية لأسباب عديدة ذكرناها أمام شاشتكم الكريمة ولا نزل نصر وأمريكا صرت وأرسل تيوكشتاين لينذر العدو الإسرائيلي بأن لا يقوم بهذه الحماقة رغم أنه نتنياهو صرح أنه يرفض النصيحة الأمريكية سيتصرب بما يراه مناسباً ذكره المندوب الأمريكي بأن الأسطول قد سحب حاملتي طائرات من البحر المتوسط كأنها رسالة لجانب الإسرائيلي أن يرغب تكب الحماقة أنا شخصياً لا أنفي الحرب الواسعة إنما أستبعدها وستستبدل بهذه الحروب التي ذكرناها وستتوسع عمليات الاختيار والتفجير والفتنة وأيضاً الحرب الإلكترونية هذا واضح جداً أنا أراه دائماً وإذا حصل تقدم في غزة كما يقول بلينكون بينما أنا أستبعد ولست متفائل جداً أنا أعتقد يكون قد حسم جزء من هذه المشكلة لأن حزو الله في حال أصبح هناك هدنة في غزة سيوقف إطلاق أي صاروخ على الشمال الفلسطين المحتلة هذا هو الوضع بشكل نعم أنا برأيي أعتدر منك لديك الوقت نحن قدمون على توتر وعلى توسع وإذا كان العدو الإسرائيلي قال أتخل بالشمال لإدارة هذه المعارك أشكرك الخبير العسكري هشام جابر كنت معنا من بيروت شكراً لحضرتك إذن سلسلة تفجيرات هي الثانية من نوعها خلال ساعات تهز لبنان حيث انفجرت أجهزة اتصالات لاسلكية تابعة لعناصر حزب الله ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح بحسب وزارة الصحة اللبنانية الانفجار الثاني استهدف أجهزة الوكي توكي الخاصة بالاتصالات الصوتية لجنود وقادة الحزب واجهات أخرى وأجهزة الوكي توكي تمتلك عدة ميزات وهو ما وسع من نتاق استخدامها ما بين أغراض مدنية وعسكرية ولديها انتشار واسع حول العالم حيث تعمل هذه الأجهزة في نتاقات ترددية مثل VHF وUHF باستقلالية تامة عن شبكات الاتصال التقليدية ولديها مدى متنوع وتستطيع توفير الاتصالات في نتاقات تصل إلى عدة كيلومترات كما تستطيع العمل في الظروف الجوية القاسية وتمتلك القدرة على مقاومة الماء والأتربة وبعض النماذج الحديثة تستطيع أن تستفيد من أنظمة المواقع العالمية مثل GPS أو GLONASS أو نظام جاليليو كما أن الشركات المصنعة لهذه الأجهزة تقول إنها تمتلك قدرات لتشفير عمليات الاتصال وباستطاعتها بسهولة أن توفر اتصالات آمنة وهو ما لم يحدث في لبنان ما بين المعلن وغير المعلن وما بين المكشوف والألغاز سيشهد لبنان حادثا غير متوقع لقد وقعت واقعة ليست في حسبان حزب الله أو إيران أو لكأنه حادث درامي هوليودي لم تشهده حروب منطقة من قبل قد لتفي التحليلات والاستنتاجات لصوغ ما جرى أو ما سيجري في قادم الأيام على مبدأ كبسة زر واحدة أو ما يشابهها ستصبح أجهزة نداء البجر في خبر كان ويصبح أصحابها ما بين قتيل وجريح من بينهم مدنيون في وقت سابق كان الأمين العام لحزب الله قد دعموا قاتليه وعائلاتهم إلى عدم استخدام الهواتف المحمولة ووصفها بالعميل القاتل الذي يقدم معلومات مجانية لإسرائيل كما قال ليظهر أن العميل القاتل أو العميل المزدوج سيكون في انتظار شحنة أجهزة البجر لتتواتر الأسئلة المشروعة هل هو اختراق سبراني أم اختراق استخباراتي وبغض النظر عن التحليلات والتخمينات والتكاهنات في كيفية التفجير لكن ما هو مؤكد أن العميل القاتل كان في انتظار تسليم شحنة البجر بحسب صحيفة وول ستريت جونرل فإن حزب الله جلب أحدث تراز من هذه الأجهزة وهي أجهزة بطبيعة الحال غير متصلة بالأنترنت وتعتمد على ترددات راديوية فهي بذلك ستعمل تحت الأرض وفوقها وسيؤمن لها السرية لبعدها عن التجسس الإلكتروني وهنا سنكون أمام خضرة أسئلة مفتوحة هل جهزت للانفجار قبل تسليمها؟ تقول المعلومات إن 20 جراما من المواد المتفجرة كانت في كل جهاز وعلى هذا النحو فإن الأجهزة كانت مفخخة قبل التسليم فمن المستلم؟ ومن الذي سلم الأجهزة؟ ومن الوسيط؟ لتبدأ قيوط الشبهات تحوم حول المشرفين على صفقة البجر على أن مجلة فورن بوليس الأمريكية تقول إن عملية البجر قد يكون بمثابة البداية لحملة عسكرية إسرائيلية طويلة الأمد ضد حزب الله في لبنان وفي مبتدأ الخبر ونهايته أن قواعد الاشتباك قد غيرتها لعنة البجر كان الطرفان لا يريدان حربا شاملة إلا إذا حصل خطأ جسيم في الحسابات العسكرية فأي خطأ جسيم بعد هذا؟ فأي رد سيكون؟ فالحزب على حد قوله إنه متجه للحساب العسير من حيث تحتسب إسرائيل أو لا تحتسب فهل هي تصريحات إنفعالية؟ وقد لا تعد حدود الخطاب ذك أن حزب الله قد فقد سيطرته على الاتصالات على المدى القصير ما قد يؤيق قدرته على شن أجمات واسعة لا قبل للبنان عليها فهو الضحية بكل الأحوال بحسب سياسة نيتنياهو فإن رؤيته قد تقتضي الغوص في الأوحال بعد دعواته المستمرة لشن عملية عسكرية في لبنان وهو ما أثار خلافات داخلية إسرائيلية ما بين مؤيد ومعارض أما الآن هل وجه المساد ضربة قاسمة للبنية الأمنية للحزب؟ وهل الحزب بوسعه الرد بعد اهتزاز بنيته الأمنية؟ وهكذا ستكون جهة الشمال خاضعة لكل الاحتمالات المفتوحة والصانع للأجهزة قد يتحكم في بعض الأحيان بالمستهلك لها وربما جاز القول إنما بعد البشر سيكون مختلفا عما قبل البشر من جانبه قال رئيس وزراء إسرائيل بن يمين نتنياهو إنه يجب إعادة سكان الشمال إلى منازلهم وبأمان وإنه يعمل على ذلك وتأتي تصريحات نتنياهو في أول ظهور له بعد تفجيرات الأجهزة اللاسلكية في لبنان بدوره أكد يؤف جالنت وزير الجيش الإسرائيلي أثناء زيارته للقاعدة الجوية راماد ديفيد أن مركز الثقل يتحول شمالا بما يعني أنه سيتم تحويل القوات والموارد والطاقة نحو الشمال وأضاف جالنت أن هذه العملية تنفذها كافة الجهات مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي حقق إنجازات ممتازة مع الشاباك ومع الموساد ومع جميع الهيئات وعلى جميع الأطر على حد قوله أما رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي فأكد أثناء زيارته القيادة الشمالية عزم الجيش على خلق الظروف الأمنية الكفيلة بإعادة السكان إلى ديارهم مع التمتع بمستوى عال من الأمان كما أضاف هاليفي أنه مع تواصل الحرب في غزة ما زال أمام الجيش هدفان رئيسيان وهما تفكيق حماس وإعادة المحتجزين وأكد هاليفي أن الجيش لديه الكثير من القدرات التي لم يستخدمها حتى الآن ضيف ملفنا الثاني من بيروت وهو نضال السبع الكاتب والباحث السياسي أهمك معنا سيد نضال في اعتقادك هل نسقت إسرائيل مع الولايات المتحدة قبل الهجومين هجوم اليوم وهجوم الأمس بداية مساء الخير لكم للمجاهدين بحكم المؤكد أن الإسرائيليين نصقوا هذه العملية مع الولايات المتحدة طبعا أحد المواقع المختص برصد عمليات الطائرات نشر قبل تنفيذ العملية عن وجود طائرة أمريكية معنية بالتجسس وطائرة بريطانية أيضا علينا أن لا ننسى أن سيد حسن نصر الله قبل أشهر ندد بدور قبرص وقاعدة أكروتاري الموجودة في قبرص وبشقيها القاعدة البريطانية والقاعدة الأمريكية أيضا علينا أن لا ننسى أن هناك ثمانية أقمار إصطناعية فوق الجنوب وأغلب هذه الأقمار هي أقمار أمريكية فعمليا التنصيق الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة والإسرائيليين يعني قائم وبشكل كبير أيضا خلال يوم اختيال فؤاد شكر كان على مدى يومين ما قبل هذه العملية كانت هناك طائرات أمريكية طائرة تجسس ترصد أنفاس اللبنانيين على طول الشاطئ اللبناني ولمدة يومين قبل تنفيذ العملية فبحكم المؤكد أن هناك تنصيق كبير بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الأمريكية خاصة بهذه العملية لكن البيت الأبيض يا سيد نضال والخارجية الأمريكية أكد بأن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية لا تعلم شيئا عما حدث في لبنان يعني بحكم المؤكد أن الإدارة الأمريكية يعني هي تبدو اليوم بصورة الوسيط السيد أموس هوكستين يأتي إلى لبنان وهو يأخذ دور الوسيط وطبعا يتحدث عن تنفيذ 1701 وعن ترتيبات حدودية وعن ترسيم الحدود يعني لا يمكن أن تعلن الإدارة الأمريكية من جهة أنها منخرطة بالقتال إلى جانب الإسرائيليين ضد لبنان وضد حزب الله ثم يأتي في اليوم الثاني ويفاوض حزب الله بحكم المؤكد هو سوف يطرح نفسه على أساس أنه وسيطا ولكن يعني من يراقب الأداء الأمريكي ومنذ سبعة تشرين وحتى اليوم يعني يبدو واضحا أن الإدارة الأمريكية كانت عمليا تغطي الحكومة الإسرائيلية تغطي نتنياهو في كل العملية التي قام بها سواء في قطع غزة أو في جنوب لبنان كل عمليات التسليح الأمريكية للجيش الإسرائيلي كانت واضحة للعيان كل عمليات التغطية السياسية أيضا التغطية في الأمم المتحدة التغطية في أمام المجتمع الدولي يعني يبدو واضحا أن هذا أمر ليس بحاجة إلى ربما تبرير مني أو حديث مني هذا أمر بديهي ومعروف حجم العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وحجم التنصيق بين الطرفين حتى لو أن حدثت بعض الخلافات فهي خلافات داخل البيت الواحد ولكن هناك التزام أمريكي تجاه إسرائيل بغض النظر من يكون على رأس الحكومة في إسرائيل أو من يكون على رأس الإدارة في الولايات المتحدة الآن لبنان طلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه الهجمات سيبرانية الإلكترونية على لبنان من المفترض أن الاجتماع سيكون الجمعة حينها ربما يظهر الموقف الأمريكي في مجلس الأمن يعني بحكم المؤكد أولاً يعني الإدارة الأمريكية ربما يعني مش ربما هو أكيد هي تصنف حسب الله وتتعاطمه على أساس أنه تنظيم إرهابي وربما يعني ترى الإدارة الأمريكية أن إسرائيل عملياً تخوض معاركها في هذا الشرق فبالتالي بحكم المؤكد يعني نحن شهدنا الإدارة الأمريكية غطت الإسرائيليين في قطاع غزة برغم من حجم الشهداء في قطاع غزة برغم من أنه يعني هذه الجريمة التي حدثت في قطاع غزة أدت إلى مائة ألف شهيد فلسطيني ومائة ألف جريح فلسطيني وتهجير مليونين فلسطيني وتدمير غزة بالكامل وتحويل غزة إلى مكان غير صالح للسكن البشري وبرغم من ذلك قامت الإدارة الأمريكية بتخطية نتانياهو في قطاع غزة فما بالك أمام هذه العملية التي استهدفت حصراً حزب الله يعني هذه العملية أن كنت تنظر لها بتجريد هي عملياً لم تستهدف مدنيين لبنانيين هي استهدفت العنصر المتحكم في الغرفة العمليات لحزب الله وأفراد من قوة الرضوان والجهاز الأمني التابع لحزب الله فبالتالي عملياً هذه العملية بحكم المؤكد هي تحصى بكل الغطاء الأمريكي وتحصى أيضاً بالمشاركة الأمريكية اللوجستية والتجسسية وتوفير المعلومات للإسرائيلية بعد هذا السيل على مدى اليومين اليوم وأمس يا سيد نضال من المسؤولين العسكريين وسياسيين في إسرائيل يتوعدون لبنان بعمليات يعني عديدة طيب يعني مرة أخرى نعود إلى السؤال الذي نطرحه منذ عشرة أشهر تقريباً تحلى حزب الله بكثير من التريث والحكمة والصبر وضبط النفس وجاء على نفسه مراراً وتكراراً لحسابات في لبنان يعني ربما لا نعلم تفاصيلها نعلم عنوينها يعني لا يريد أن يجر البلاد وراءه إلى هذه المواجهة طيب الآن كتب على حزب الله القتال يعني الآن عليه أن يرد وإسرائيل تتمنى أن يرد حزب الله وبالتالي تبدأ في عمليتها كما يقال داخل إسرائيل ما هي الخيارات أمام حزب الله يعني حقيقة الأمر أن الخيارات أمام حزب الله أنا باعتقادي هي خيارات صعبة ووضع حزب الله الآن بعد هذه الضربة الأمنية أنا باعتقادي أنه في وضع غير سليم مطلقاً أولاً حزب الله ذهب إلى هذه المعركة ولم يذهب إلى هذه المعركة ضمن توقيته بخلاف الألفان وستة بفترة الألفان وستة عملياً سوريا كانت ضباط السوريين يحملون على أكتفهم الصواريخ كانت سوريا توفر الغذاء كانت توفر الطبابة كانت توفر البنزين الميزوت كل ما يطلبها حزب الله كانت سوريا جاهزة لتوفيره أيضاً كانت سوريا في وضع اقتصادي جيد كان لبنان في وضع اقتصادي جيد اليوم عملياً لبنان بعد الـ 2019 عملياً هو دخل بالإنيار الاقتصادي سوريا أيضاً منذ 13 عاماً عملياً تعاني من حرب أهلية فعملياً الوضع ليس سليماً حقيقة الأمر النقطة الثانية أيضاً أن هذه العملية عملياً حزب الله ذهب لها مرغماً عملياً السنوار قبل نصف ساعة من تنفيذ هذه العملية أجرى اتصالاً مع صالح العروري وطلب منه إبلاق حزب الله أن عملياً قوات القسام سوف تقتحم غلاف غزة وطلب منه أيضاً مشاركة حزب الله وأن يدخل أيضاً من الجنوب اللبناني في اليوم الثاني تفاجأ حزب الله أن الإسرائيليين انسحبوا بالقرب من الحدود اللبنانية أنا باعتقاضي الشخصي أن حزب الله ربما تعاطى بحكمة في ذلك اليوم عملياً هو ذهب إلى حرب مساندة لم يقم بزج بقواته السيطرة على الجليل كما فعل يحيى السنوار أيضاً كان ربما حزب الله يعتقد أن هذه المعركة ربما تذهب إلى فترة أسبوعين أو شهرين على أبعد تقدير ولكن حتى هذه اللحظة أنا باعتقاضي أن الإسرائيليين تمكنوا من جر حزب الله إلى حرب استنزاف هذه الحرب عملياً التي تدور منذ حوالي السنة أنا باعتقاضي الشخصي يبدو واضح عن أنه ظهرت فيها سلاسة أمور أولاً تفوق استخباري إسرائيلي كبير وتفوق بموضوع السواريخ الدقيقة وتطور وتفوق أيضاً بموضوع التكنولوجيا في ظل هذا التفوق الكبير والهائل لصالح الإسرائيليين أنا لا أعتقد أن استمرار حزب الله بهذه المعركة سوف ربما أو يعني ربما يؤدي إلى نصر خاصة أيضاً مع هذا الاختراق الكبير نحن شهدنا أولاً يعني على مدى فترة سنة يعني خسر حزب الله حوالي خمسمائة ووحدة وثلاثين كادراً في الجنوب اللبناني كان من اللافت أنه كلما تقوم إسرائيل بعملية اختيال كانت عملياً تعلن فوراً أنها قتلت فلان الفلاني وهذا مؤشر على أنها تتحكم بكل الأجواء اللبنانية ولديها داتة معلومات كبيرة عن عناصر حزب الله أيضاً أن تصل إلى فؤاد شكر يوم ثلاثين سبعة هذا كان أمراً ملفتاً جداً يعني خاصة لما يتمتع هذا الرجل من سرية كبيرة أيضاً ما حدث بالأمس أنا باعتقادي هو بمثابة الكارثة الأمنية حقيقة التي تعرض لها حزب الله أشكره طبعاً هناك أسئلة كثيرة يعني ما الذي دفع حزب الله لتجديد هذه التقنيات والذهاب إلى شراء هذه التقنيات وهو كان يعتمد ربما كان لديه تقنيات أخرى هل قام الإسرائيليين بتخريب هذه التقنيات فأجبر حزب الله على اللجوء إلى هذه الشركة النقطة الثانية من هي الأطراف داخل حزب الله التي ذهبت وتم تكليفها بشراء هذه الأجهزة الإلكترونية النقطة الثالثة أيضاً يعني لماذا اختار الشخص المكلف التاجر لماذا اختار هذه الشركة بالذات هذه يعني أنا باعتقادي أسئلة كثيرة النقطة الأخيرة أيضاً أعتذر منك لديق الوقت سيد نضال ظني أنك لا تسمعني أعتذر منك لديق الوقت بشدة سيد نضال السابع الكاتب والبحث السياسي شكراً لك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 124 صوتاً قراراً يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً من جانبها رحبت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بالقرار وصفة إياه بالتاريخي فيما اعتبرت إسرائيل القرار منحازاً ومشيناً بأغلبية ساحقة صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها خلال سنة القرار الذي اعتمد بغالبية 124 صوتاً مقابل اعتراض 14 بينها إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والتيشيك والأرجنتين وامتناع 43 عن التصويت استند إلى فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآفال القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين القرار طالب إسرائيل بوضع حد بدون إبطاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية وانسحاب قواتها خلال 12 شهراً بحد أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط وشدد القرار على ضرورة وقف إسرائيل بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها وأكد القرار على ضرورة السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين ودع القرار الدول الأعضاء لاتخاف تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل مفترطاً أن تكون هناك أسباب معقولة إذا تم استخدامها في الأراضي الفلسطينية كما دع القرار إلى فرض عقوبات على أشخاص يساهمون في الإبقاء على وجود إسرائيل غير قانوني في الأراضي المحتلة البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رحبت باعتماد القرار الذي وصفته بالتاريخي القرار الذي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها يعد أول مشروع قرار تتقدب به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات ضيف ملفنا الثالث من القاهرة وهو دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس بغزة أهلاً بحددك معنا دكتور أيمن إذن الجمعية العامة للأمم المتحدة العالم يعني بلغة يعني غير سياسية ربما يطالب إسرائيل يطالب إسرائيل بنص المفردة لا يدعو يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعطيها جدوى الزمن يضع جدوى الزمن يقول في مدة أقصاها 12 شهراً ما هي التبعات؟ بعد التحية لك أخي محمد ولكل المشاهدين وتبعين الكرام هذا القرار جاء بعد الفتوى التي طلبتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية وصدرت في 20 من يوليو الماضي وبناء عليها تحول هذا القرار بناء على عادة صياغة ليس فقط من السلطة الفلسطينية أيضاً من المجموعة العربية والإسلامية الموجودة داخل الجمعية العامة وأصدقائنا حتى الوصول لهذا القرار هذا قرار مهم جداً تاريخياً ولكن دائماً نقول لدينا مئات قرار جمعية عامة ويمكن أكثر من 87 قرار مجلس أمن وجميعها لا تنفذ لأنه حتى اليوم ونحن نصيح أن هذا القرار تاريخي ومهم جداً لأنه يطالب الاحتلال بالانسحاب من الأراضي المحتلة الأراضي الفلسطين المحتلة أي الأراضي التي تم احتلالها لعام 67 القرار به بنود أخرى غير الانسحاب كما أشرنا جدول زمن لهذا الانسحاب 12 شهر بحد أقصى البعض اعتبر أن تحديد جدول زمن هو قاعدة للتفاوض نعرف أن الانسحاب باحتلال الأراضي الدولة يحتاج إلى التفاوض هكذا طبعاً البعض ذهب بهذا الاتجاه يمكن أعتقد أنه طالما أن هذا القرار لا يمتلك القوة أخي محمد فمن سيلزم الاحتلال بتنفيذ يعني أنا أعتقد أن الاحتلال لن يلتزم بهذا القرار وهو سيدرب ضرب الحاط ولكن الجمعية العامة لا تمتلك قرارات عندما يقف على منصة الجمعية العامة المتحدة ممثل دولة الاحتلال داني دانون ويقول أن هذه جمعية مقر للإرهاب ويمزق ميثاق ولم تطرد دولة الاحتلال فهذا يعني أن هذه البلطجة التي يقودها الإسرائيليين لا تعليهم قرارات جمعية عامة وليكتر توليك ذلك نقول أن هذا هو انتصار معنوي بقدر فقط معنوي فقط معنوي يا دكتور أيمان تراه فقط انتصاراً معنوياً أعتقد أن معنوي طيب اسمح لي أعتقد أخي محمد أنه انتصار معنوي اسمح لي اسمح لي فن طيب الآن ربما هناك من يرى أننا كنا نخاطب أنفسنا كان العالم العربي يخاطب العالم العربي بهذه المفردات ويقول إسرائيل دولة الاحتلال إسرائيل دولة مارقة إسرائيل دولة فوق القانون وهكذا الآن ربما بدأ العالم يستقبل هذه الكلمات الآن ربما حين نقول 124 دولة وافقت على دعوة إسرائيل لإنهاء الاحتلال وبالمناسبة امتنع الثلاث واربعون بالمناسبة امتنعوا يعني لم يعلقوا على الطرقين ألا تعتقد أن في الأمر إيجابية ما يمكن البناء عليها إذا من صلح حال مجلس الأمن إذا من صلح حال الخمسة الكبار يعني أخي محمد لنكون أكثر منطقية وواقعية مجلس الأمن محكوم بالمصالح والولايات المتحدة الأمريكية كلما كنا نذهب إلى إصدار قرار بشكل أباخر تحت الفصل السابع أو الوصول إلى إنهاء هذا الاحتلال يستخدم الفيتو وكيف سيصلح حال مجلس الأمن هو تركيبته أصلا تركيبته منذ الأساس منذ بعد أن تم تشكيل هذا النظام السياسي الجديد بعد الحرب العالمية الثانية هو نظام يحافظ على مصالح الأقوية بشكل أباخر ثم نقرأ حتى في أسماء لدينا 143 دولة في العالم معترفة بفلسطين منضمنها المجرى التي صوتت ضد هذا القرار لأن اليوم من يحكم في المجر هم اليمين الإسرائيلي عفوا اليمين المجرى وبالتالي نتحدث في سياقات مختلفة بشكل أباخر أخي محمد صحيح أن القرار مهم قرار تاريخي يبنى عليه هو جاء بعد فتوى الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية لم تصدر قرار حتى الآن في مارس من إبادة جمعية ضد شعبنا الفلسطيني في غزة ولكن أنا دائما نتحدث بالمنطق أن القرار هو مجرد قرار سيضاف إلى ضمن القرارات التي تحدث حالة من الانتصار المعنى والفلسطيني ولكنها لن تنفت على الأرض فلن يسجل التاريخ أنها ستمضل 12 شهرا ولن ينسح بالاحتلال من أراضي الدولة الفلسطينية إذا لم ينسح من الأراضي التي احتلها عام 67 بمفهوم أنها الأراضي التي احتلها الاحتلال ماذا سيتفعل الجمعية العامة؟ هل الجمعية العامة ستتقرر بعد ذلك طرد الاحتلال أو دولة الاحتلال الإسرائيلي من الجمعية العامة؟ هل تحرج مجلس الأمن كثيرا؟ ستحرج مجلس الأمن كثيرا؟ هو بالفعل تم إحراجه أكثر من مرة نعلم ما يعني ستحرج مجلس الأمن مرة أخرى؟ بالتأكيد إذا ذهبنا بعد ذلك إلى تحويل هذا القرار إلى قرار مجلس آمن سيكون هناك إحراج أولى للولايات المتحدة الأمريكية التي ستدافع بكل معنى واليوم كانت تتصدر البشهد جزء من التهديد الذي كان يمارسه الأمريكان ضد بعض من أرادوا أن يصوتوا بنفس المنطق عندما صدر قرارة تقسيم 47 وكان كيسينجر يهدد أعضاء في الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية هي من تحمي الاحتلال وبلطجته في العالم ونرى كل ذلك بمشهد أمارة من العالم ذلك نحن أخي محمد لا نقلل من هذا القرار نقول قرار مهم تاريخي ولكنه لن ينفد لأن الاحتلال يضرب بعرض الحاطة كل هذه القرارات هناك دكتور أيمن من يرى في الأمر يعني محاولة من التبرؤ من هذه الخطيئة لن نستمر في دعم الاحتلال في فلسطين حتى محكمة العدل الدولية إن لم يكن بمقدورها أن تدين إسرائيل بشكل واضح وصريح فهي قام بتحويل الأمر إلى الجمعية العامة بالمناسبة هم يعلمون يعني العدل الدولية تعلم أن القرار الجمعية العامة سيخرج وهو غير ملزم وحتى الجمعية العامة الـ 124 دولة الذين وفقوا يعلمون أن قرارهم لم ينفذ إنما لا يريدوا أن يسجل التاريخ أنهم تورطوا في دعم إسرائيل هل توافق على من يقول ذلك وتتفك معه يعني بالتأكيد جزء من ذلك رأى أجرام الاحتلال حتى في منضمن القرار كما أشرنا والحديث على طبعا عدم السماح بتصدير الأسلحة للاحتلال إسرائيل لهم يروا أن الاحتلال يمارس عملية القتل ضد الشعب الفلسطيني بإجرام يمكن أخي محمد من الشيء المخجل لهذا المجتمع الدولي اليوم نتحدث عن أكثر من 41 ألف شهيد في غزة والضفة الغربية جلهم من النساء والأطفال والعالم عاجز عن كبح جماح أولاء المحتلين بغض النظر عن ما يحدث في بيروت فقط نتحدث عن غزة والضفة الغربية هذا إجرام لم تشده البشرية ورغم كل ذلك هناك عاجز دولي حتى اليوم من صوت لصالحنا هذه الدول التي امتنعت ما يجوز منها دول اعترفت بدولة فلسطين قبل عدة شهور ورغم ذلك اليوم امتنعت عن التصويت هذا القرار يجب أن يبنى عليه بترسيم حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل من خلال تصويت واضح في الجمعية العامة ولكن كما أشرنا جميعها قرارات ستبقى فقط للتاريخ البعض قال كما أشرت وأعيد مرة أخرى أن الذين وافقوا على هذا القرار وصوتوا عليه قالوا أن هذا القرار هو لفتح مصارات للتفاوض خلال 12 شهرا للوصول إلى اتفاقهم يعلمون أن من يحكم داخل دولة الاحتلال لليمين المتطرف الذي لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وليس فقط في قيام دولة والانسحاب الاحتلال من حدود هذه الدولة التي يعتبرها ألاء المتطرفين جزء من مملكتهم التاريخية أشكرك دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من القاهرة شكرا لك أكد وزير خارجي الأمريكي أنتوني بلينكين إحراز تقدم فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وخلال مؤتمر صحفي في القاهرة أشار بلينكين إلى التوافق على 15 بند من بين 18 من جانبه شدد وزير خارجي المصري بدري عبد العاطي على أن مصر لن تقبل أي تعديلات على القواعد الأمنية التي كانت قائمة على حدودها مع قطاع غزة قبل السابع من أكتوبر وأضاف أن حركة حماس أكدت للقاهرة التزامها الكاملة باقتراح وقف إطلاق النار والذي تم التواصل إليه في السابع والعشرين من مايو وبالتعديلات التي أجريت عليه في الثاني من يوليو تطابق النأف الرؤى مصر والولايات المتحدة يتوافقان على ضرورة الوصول إلى اتفاق لإطلاق صراح الأسرة وضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها تقول إن حل القضايا لا يتعلق بالمحتوى بل بالإرادة السياسية ومصر تؤكد أن الإرادة السياسية في يد من يتعنت في التوصل إلى اتفاق المشكلة هي غياب الإرادة السياسية لدى طرف بعينه وهو واضح تماما حينما نصل إلى نقطة الحقيقة للتوصل إلى اتفاق يتم اختلاق الزرائع والمزاعم مما يشتت الانتباه عن نقطة الحقيقة وهي التوصل إلى اتفاق يقضي لوقف إطلاق النار فهذه هي المشكلة الحقيقية بلينكين الذي يزور منطقة الشرق الأوسط للمرة العاشرة خلال عام واحد التقى هذه المرة الرئيس المصري ووزير خارجيته بهدف حوار استراتيجي قوامه الاقتصاد والثقافة والتعليم لكن لم يقل من غزة وجهود الوسطة ناقشنا الترتيبات اللازمة بعد التوصل إلى اتفاق حول اليوم التالي للحرب خاصة فيما يتعلق بإدارة القطاع وتأمينه وإعادة الأعمار بالطبع مصر ستكون شريكا أساسيا في تلك الترتيبات زيارة بلينكين للقاهرة تأتي في وقت تسعى فيه أمريكا إلى إعلان صفقة معدلة يراها محللون لن تجني ثمارها للتوصل إلى حل في القطاع جانب محور صلح الدين هو سيكون النقطة الأولى على جدول الأعمال طبعا بجانب العدوان على قطاع غزة والمساعدات الإنسانية ولكن أنا أعتقد أن جانب المصري سيظل متمسك بنفس النقطة التي أعلنها منذ اللحظة الأولى وهو الانسحاب الكامل لكوات الاحتلال من محور صلح الدين وتسعى القاهرة مع واشنطن إلى التوصل لتفاهمات تتعلق بمحور صلح الدين الذي احتلته إسرائيل في مايو الماضي وسط تمسك مصري بالعودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر زيارة خاطفة إلى منطقة الشرق الأوسط ولكن هذه المرة إلى القاهرة وحسب بلينكين الذي جاء بغية الوصول إلى شراكة ثنائية مسماها الحوار الاستراتيجي تصدر عنوانها الرئيسي غزة وما يجري في المنطقة من تصعيد سياسي كريم الشيخ الغد القاهرة ضيف ملفنا الرابع من القاهرة وهو دكتور طارق فاهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أهلا بحضركم معنا دكتور طارق أنتوني بلينكين له تقريبا ثلاثة أسابيع ربما شهر يعني تقريبا وهو يقول اقتربنا كثيرا من أسيغة نهائية للاتفاق والاتفاق ثمانية عشر بندا وتم الاتفاق على خمسة عشر وتبقى ثلاثة بنود فقط صحيح؟ يعني ما ذكر الوزير هو بطبيعة الحال كلام مكرر وكلام معاد في عادة سياقة البنود وتأكيد على طبيعة ما تكون به الولايات المتحدة ربما كان هناك تفاؤل أمريكي مما يجري لكن بطبيعة الحال لا توجد نتائج مباشرة في هذا الإطار يعني الزيارة وجزء مهم للغاية جزء مرتبط بمصر وجزء به العلاقات الصنائية أكثر منه الحديث عن تفاصيل متعلقة بموضوع غزة لأنه موضوع غزة ليست فيه تفاصيل كثيرة وهو تكرار لما سبق أن ترح الحديث عن تطوير منظومة العلاقات المصرية الأمريكية والتأكيد على الشراكة المصرية وبطبيعة الحال الحديث عن مجالات صنائية مجالة الإستثمارات الإستثمارات في التعليم في ريادة الأعمال في مجالات عديدة منظومة كاملة العلاقات المصرية الأمريكية غزة ربما جاءت فيه سياق ما يقرره الجانب الأمريكي دون أن يكون هناك نتائج إيجابية ورجل تحدث بطبيعة الحالة على البنود محل اختلاف وكأن المفاوضات مستمرة لا توجد مفاوضات كما تعلم في هذا التوقيت وبالتالي الإدارة الأمريكية الآن تسجل مواقف مباشرة أنها وصلت إلى نسبة معينة من التوافقات دون أن يتوافر شيء تناقد الوزير مع نفسه حينما قال أن الأمر مرتبط بتوافر الإرادة السياسية للترافين هذا معناه أن الولايات المتحدة لن تضغط في هذا الاتجاه إذا توفرت الإرادة للترافين يمكن العمل في هذا السياق لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية لديها جديد أن تطرحهم الخارجية الأمريكية ليست معنية بالملف التفاصيل لدى الاستغبارات المركزية يعني بلينكين ليس ملما بكل التفاصيل هو تحدث عن أطر عامة موقف دبلوماسي أكثر منه موقف محدد بالنسبة للمفاوضات أنا أعتقد أنه هو تسجيل موقف للمواقف التي يمكن أن يتم في إدارة حكم الكطاع لأنه أتحدث عن مستقبليات تحدث عن اليوم الثاني والثالث في غزة وبالتالي استطبق الأحداث وكأنه لا يوجد ما يشير إلى إمكانية إحداث خروقات فيما تبقى أنت أمام خمسة أسابيع من إجراء الانتخابات الأمريكية بلينك الراحل من الإدارة بطبيعة الحال وبطبيعة الحال الشراكة المصالة الأمريكية تمضي في سياقتها ما بين الدولتين في إطار السنائي وهو الأمر المهم الآن بالنسبة للإدارة الأمريكية طيب بشكل عام يا دكتور طارق هل هناك هل نستطيع أن نقول إن ثمت موقفا أمريكيا تجاه وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محور فلاديلفيا هل نستطيع أن نقول هذه الجملة يعني لا نستطيع أن نقول أن الإدارة الأمريكية طبعا متوافقة على هذا الإطار لكن هم أبدوا مواقب بدرورة الانسحاب الموقف الأمريكي يميل بطبيعة الحال إلى الموقف المصري وتبناه للأمانة تقتضي أن نقول في دعوة إلى هذا على الأقل في المستوى الدبلوماسي لكن مطلوب أن نترجم الأقوال إلى أفعال الإدارة الأمريكية إذا أرادت أن تضغط على إسرائيل في هذا الملف وفي ملف الممرات يمكن أن تنجز شيء يتحقق على أرض الواقع حتى الرهائن أو المحتجزين الأمريكان لم تستطع هذه الإدارة خروجهم في إطار صفقة يمكن أن تتم مع حماس الاعتبارات كثيرة وبالتالي الإدارة تفتقد العزيمة بالفعل فيه على الأقل للوصول لحد الأدنى من التوافقات حتى في صفقة جزئية يعني الإدارة الأمريكية في مراحل معينة من زعيدة أسابيع طرحت فكرة الاتفاق الجزء الاتفاق المرحلي بالنسبة للملفات الرئيسة ومع ذلك لم تتجاوب الحكومة الإسرائيلية من قريب أو من بعيد وبالتالي تقرر الخطاب الأمريكي بصورة أو بأخرى بدرورة الانسحابات دون أن تملك الإدارة أي ترديات برغم أن هذه الإدارة كما تعلم قدمت حضرتك في هذا الإطار 20 مليار دولار للجانب الإسرائيلي و3.5 مليار من المنظمات الطوعية لأساليب إجرائية وترضية للجانب الإسرائيلي دفعوا لهذا وأيضا مررت صفقات الأسلحة بلينكين هذا هو من وقع صفقات السلاح بالمناسبة في إطار الأمر الفيدرالي اللي هي الطوارئ وليس وزير الدفاع فأنت تتعامل مع واقع إذا أرادت الإدارة الأمريكية خيرا فكان لو ممكن أن تضغط في هذا الإطار الوقت يمر ونجح نتنياهو ببراعة أن يصل إلى شراء الوقت مع هذه الإدارة الأمريكية التي افتقدت الأليات والتأثير المباشر في هذا الإطار هو بطبيعة الحال الرئيسيين مصر وقطر وأنه بيبذلوا مجهودات كبيرة في هذا الإطار وهذا أمر طبيعي مصر تشارك أعمالية الوساطة والاتصالات مع كافة الأطراف إذا توافرت الإرادة يمكن العمل على مرحلة تالية بمنتهى الإجاز في هذه النقطة دكتور طارق لأن لديها سؤال آخر حين تقول حضرتك أن لم تتوفر الإرادة للأمريكان أن يقوموا بضغط حقيقي على إسرائيل حتى في إخراج يعني مواطنيهم هذا بسبب ضعف هذه الإدارة الأمريكية أم قوة حكومة تينياهو برأيك لا ضعف الإدارة بطبيعة الحال الإدارة الأمريكية تعاملت بحلول جزئية وحلول مرحلية ولم تكن لديها بالفعل القوة السياسية التي تستطيع أن تضغط برغم أنها تمتلك أدوات كثيرة بالمناسبة لكنها تبعت نصف حل وشيء بخيار في التعامل مع حكومة تينياهو مما شجع هذه الحكومة على المضي في نهجها بصورة أو بأخر السؤال الأخير يا دكتور طارق الوزير الخارجية المصري كان حريصا للغاية في المؤتمر الصحفي أن يؤكد وأن ينظر إلى أنتروي بلينكين ويسجل للجميع يعني أن القاهرة لن تقبل أبدا بالحياد عما كانت عليه الحدود الشرقية قبل السابع من أكتوبر هذا أمر غير قابل للنقاش ما هي التبعات هذا التصريح أمام بلينكين أنا في تأديري أن الوزير بدر أراد أن يسجل موقفا مصريا محددا في هذا الإطار ألفاظ بدر كانت منضبطة للغاية فيما يقوله تسجيلا للموقف المصري في هذا الإطار مصر لن تقبل بنصر حل وشيب خيار ولن تقبل بوجود إسرائيلي في هذه المناطب بصرف النظر عن هذا مع إدراك القاهرة أن إسرائيل تناور في إطار تحسين شروط التفاوض لأنه في النهاية ستخرج إسرائيل من ممر صلاح الدين هذا أمر منتهي بصرف النظر عن الإجراءات التي تكون بها إسرائيل سواء في الإجراءات سواء رصف الطرق سواء بفتح ممرة ديفيت المجاور لمعبر رفح أو غيرهم هذه أمور محددة والوزير كان محقا وكان بارعا في اختيار ألفاظه في هذا الإطار تسجيل موقف للإدارة الأمريكية وحدك تعلم أن الإدارة الأمريكية وللات المتحدة شريك في معاهدة السلام ليس مجرد وسطاء هم موقعين قارتر موقع بجانب السادات وبالتالي في مسئولية محددة أبرزها الوزير بدر أمام الوزير الأمريكي كي لا تكون هناك مراوغات في هذا وهي الرسالة موجهة للولايات المتحدة موجهة لإسرائيل في نفس التوقيت أعتقد براعا بالوزير أن يقول هذا في هذا التوقيت لتسجيل موقف لا يحتمل أن يتم تأويله بصورة أخرى أشكرك أشكرك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة شكرا لحضرتك إذن انتهت الساعة الثلاثة والعشرون لكن التغطية لم تنتهي على شاشة الغد فابقوا مع الغد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر